الصناعة في أوروبا تعد الأهم على مستوى الدول المختلفة عشان هيك بتخصيلها الحكومات الميزانيات الأكبر ومن بين كل خمس وظائف في الاتحاد الأوروبي في وحدة في مجال الصناعة دعم الاتحاد الأوروبي لفلسطين ما بيقتصر على القطاع الحكومي بس لكن بيمتد أيضاً للمؤسسات والشركات الفلسطينية اللي بتشكل القطاع الخاص واللي بتشكل جزء كبير من الاقتصاد القطاع الخاص في فلسطين يعتبر من أكبر القطاعات اللي بتشكل جزء ضخم من الاقتصاد الوطني الفلسطيني ويعد من أكبر القطاعات التشغيلية لأنه بلغت نسبة العمالة فيه 66.3% وحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فإنه في سنة 2017 سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي وارتفع بنسبة 4.11% وبلغ عدد المنشآت الصناعية في فلسطين 158.523 منشآت ساهم الاتحاد الأوروبي بداعم وتمويل حوافز مدن صناعية في فلسطين وتحديداً في مدينة أريحة الصناعية الزراعية في الضفة الغربية بقيمة 2 مليون يورو من خلال منحة الشراكة الإقليمية برايد إلى جانب الحكومة اليابانية اللي ساهمت بمبلغ 4 مليون دولار وكمان دعم الاتحاد الأوروبي مدينة غزة الصناعية في قطاع غزة واليوم رح نشوف شو بتعمل هاي المدن الصناعية وتعتبر هاي المدينة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وجاءت ضمن مبادرة اسمها ممر السلام والإزهار لتثبت شعبنا في الأغوار وهدف تأسيس المدينة هو خلق بيئة استثمارية جذابة وتنظيم قطاع الصناعة والزراعة انبنت هاي المدينة على مساحة 615 دنوم ورح توفر خمس سلاف فرصة عمل مباشر وغير مباشر ووصل عدد المصانع المستفيدة من منحة الاتحاد الأوروبي واليابان حالياً تمنمت مصانع منتجة بقيمة 1.4 مدين يورو ومن مدينة أريحة بنروحها لمدينة تانية في فلسطين واللي دعمها الاتحاد الأوروبي ساهم الاتحاد الأوروبي في دعم مدينة غزة الصناعية واللي انشئت على مساحة 500 دنوم وبتوفر هاي المدينة حالياً 3000 فرصة عمل مباشر وغير مباشر وحالياً شغال فيها 42 مصنع ومنشأة في المدينة وبعد حرب 2014 على غزة دعم الاتحاد الأوروبي هاي المدينة بمبلغ 10 ملايين يورو 2.5 مليون يورو لترميم البنية التحتية اللي دمرتها الحرب و7.5 مليون يورو لتعويض أصحاب المصانع اللي اتدمرت من القصف واللي رح يتم نقلها لداخل المدينة وتشغيلها على أساس الأمن والأمان وهيك بكون الاتحاد الأوروبي بالدعم وبقوي قطاع الصناعة في فلسطين سؤال حلقتنا لليوم متى يتم الاحتفال بيوم أوروبا الذي يصادف ذكر إعلان شومن وولادة الاتحاد الأوروبي؟ للإجابة على السؤال تدرسوا دخلوا على صفحتنا عبر الفيسبوك European Union and the Palestinians وكتابة إجابتكم بكومنت على الحلقة وما تنسوا تعملوا لايك وشير لا تفوزوا بجوائز قيمة مقدمة من الاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر